فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم بيّن سبحانه وتعالى عقوبة من اتبع أهواءهم فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء أيها الرسول وهذا من باب الفرض وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله ولن يتبع أهواءهم ولا أهواء غيرهم وإنما يؤدي ما عليه من الحق ويبلغ الرسالة ويصبر في سبيل ذلك مهما كلفه الثمن كما فعل صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الفرض كما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشركت ليحبطن عمله الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشرك لأن الله عصمه ولكن هذا من باب تحذير الناس تحذير الأمة أنه حتى الرسول لو أشرك لحبط عمله فكيف بغيره ممن يقول أنا مسلم وأنا أعمل كذا وأنا أعمل كذا ولا يضرني إذا دعوت الولي أو ذبحت للبدوي أو فهذا رد على هؤلاء